هنعمل بقى الجلاش هنعمله ازاي معي لفة جلاش خلاص اللفة دي بقى ببتدي ان انا بستخدم بس سمنة معي حسب بقى كل اللفة بتبقى ليها مقاس مختلف كل النوع لي مقاس مختلف وشكل مختلف طيب نخلي دي الوقتي على جنب مش مشكلة ببتدي اعمل ايه بقى ببتدي ادهن ما بين كل طبقة سمنة دي مش ضايد طبعا الوصفة دي مش ضايد دي حلويات بصوا بقى الجلاش ببتدي ادهن بالسمنة خلاص وابتدي اعمل منها مربعات انا الطبيعي بتاعي بروح فرشة السمنة على كل طبقة بس احنا لازم نسيلها شوي خلاص بعد كده بروح مقطعة التقطيع اللي اتناسبني بحيس ان كل مجموعة ورق يبقى المجموعة بتبقى اه كذا ورقة خلاص بس انا هعملنا الوقتي بورقة واحدة سريعا عشان يبقى شوفنا بس الطريقة اهو يبقى عندي مجموعة ورق ببتدي بعد كده اجيب القلب بالطريقة دي واروح حتى جوا شايفين بس مهم الورق يكون معمول كويس جدا 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 كل ورقة بالطريقة دي هدخلوا الفرن لما قام لكلهم هدخلوا الفرن هيطلع معي شكله عامل ازاي اهو الشكل ده شايفين بس كده هيخش الفرن على كام مش عالي على مية وستين درجة عشان ندي فرصة انه كله ياخد اللون اللي حلو دوت الدهبي مايبقاش واحدة لون غامق من فوق او محروقة وتحت فاتح دي اهم حاجة بس احسن حاجة تفردوا على كله ثمنة 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 بين كل الطبقات وبعدين تقطعوهم وبعدين تاخدوا كل مجموعة كده صغيرة تحطوها دي اسهل طريقة انا عملت بس طريقة سريعة علشان نلحق نوري صور دلوقتي فنعمل بدي دلوقتي هحط بقى في كل واحدة استقلبها بس شوية اشتبه كريمي معي مش عايزاها حتة بس شوفوا قوامها جميلة ازاي لما بتمسك وهي بالعسل مش بالسكر خالص خلاص ببتدي بقى احشي في كل واحدة مش محتاجة كريم كيس حلواني انا هيدوبك حشي جيد لان انا هغطيها بالفكهة فمش هبقى محتاجة اهو شايفين انا هنحشي كل واحدة بالطريقة دي بعد طبعا ما يبرد معاكو خالص اللي هو ورق الجرلاش لازم يبرد معاكو خالص علشان ايه ما يسيحش اي حاجة الفكهة برضو لما تيجي فوقيها ما تسيحش اهو وبعدين نحط بقى الفكهة حسب اللي انتو حابينه بقى تقدروا تزينه وتشكله يعني احنا عندنا مثلا صالح الجميل عملي طبق فكهة مميز جدا الحقيقة تسلم ايدك يا صالح صالح معنا في المطبخ التحضيري ومن الشيفات المميزين جدا بصراحة موسيقى موسيقى